التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الزراعة والسصلاح الأراضي على فروق خلال الاجتماع حيث أشر وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في التغلب على تحديات التي تواجه المزارعين وأوضح أن هناك إجراءات تم اتخاذها في سبيل الضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب ووصول الدعم إلى مستحقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة